السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أتوسل إليك أن تفرج أموراً ضاقت بها صدورنا وحارت بها حيلتنا وقل عليها صبرنا اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريباً محققاً تسر به عيوننا وتجبر به خواطرنا اللهم أسعدنا سعادة الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا على يوم الجمعة أربعة آب أغسطس طبعاً القمر موجود في برج الحوت اليوم في تقلب ما بين سلبية وإيجابية يعني يعتبر يوم ممتزج القمر موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاة طبعاً القمر الآن موجود في برج الحوت وبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ومنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانباً وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضاً من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة ممكن نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية هي زاوية اليوم بدأت تأثيراتها هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري عايز زاوية طبعاً رح تبدأ اليوم أربعة ثمانية ورح تستمر تأثيراتها ليوم عشرين ثمانية ذروتها يوم عشر ثمانية الساعة اتناعش وسبعة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بيزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة والأمور الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذه الفترة مناسبة لاتخاذ قرارات حاسمة على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات تمنحها ترقية في وظيفتنا أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما دولياً فهي بالدل على إشادة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام بما تحقق الدولة من مداخيل مالية أو عقد صفقات تجارية ومفاوضات سياسية ونجاح البعثات الدبلوماسية تمانها بتشيب بتطور مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة أو التراجع عن قوانين مجحفة تمانها بتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين والآئمة في البلاد وبتشهد هذه الفترة رواج تجاري مهم سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين زحل وهذه تأثيراتها من يوم 29 سبع إلى يوم 6 ثمانية طبعا ذروتها كانت يوم 2 ثمانية هي اللي بتسبب نوع من أنواع التقلب النفسي اللي شعرنا فيه في الأيام الماضية والتقلب بالمزاج لأنها بتسبب تعب وقلق وحذر وميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري هذه الزاوية من يوم 21 سبع إلى يوم 13 ثمانية تأثيراتها أي الضروتها كانت يوم 1 ثمانية تخلق جو من التسامح وبرضو من التسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مد يد العن لإلهم كما أنها بتدفعنا للتراجع عن الخطأ أو الأخطاء وبتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 37 إلى يوم 17 ثمانية ذروتها يوم 9 ثمانية ساعة 11 وثمان دقائق ظهرا يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقات عاطفية ممكن تكون لها عواقب وخيمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 28 ثمانية إلى يوم 16 ثمانية طبعا ذروتها يوم 7 ثمانية ساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف الليل بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه ومنميل للعيش دون مستوانا ومنبذر مالنا وبننجذب للإقمار والمراهنات والمضاربات المالية اللي ممكن أنها تعرضنا لمشاكل مع السلطات أو مع العدالة وهذا الاتصال غالبا بسبب مغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تسديس منفصلة إيجابية ما بين نبتون وما بين بلوتو وتأثيراتها من يوم 28 ستة إلى يوم 12 هذه الزاوية بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو ملف قديم أو موضوع قديم بيرجع بيظهر على الساحة وبيدعم وضعنا أكثر فأكثر بالنسبة للزاوية اللي اليوم قوتها وذروتها أول زاوية زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهذه الزاوية طبعا تأثيراتها بتبدأ من الآن موعد بث الحلقة ذروتها الساعة 11 و19 دقيقة فجرا من فجر اليوم الجمعة وبتستمر تأثيراتها من الآن وحتى عصر يوم الجمعة منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة منحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا في التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسائنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية طبعا الساعة 13 و14 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة هاي طبعا تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نعمل بشكل روتيني وهذا تحول مضر يعني بالصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة 33 و34 دقيقة عصرا من عصر اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش تبدأ تأثيراتها من صباح يوم الجمعة وبتستمر حتى صباح يوم السبت بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وبرضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والأمور اللي إلهها علاقة بالتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية طبعا دروتها ساعة 10.59 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة تبدأ تأثيراتها من ظهر يوم الجمعة وبتستمر حتى ظهر يوم السبت بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للعمل مسرحي والروحاني أيضا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية ذروتها الساعة 21 دقيقة من فجر يوم السبت ولكن بتبدأ تأثيراتها من مغرب يوم الجمعة وبتستمر حتى مغرب يوم السبت بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية ابتدفعنا للإبداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا القدمان، أصابع القدم، الغد النخامية، الغد الصنوبرية الهرمون الإندورفين وهو هرمون مسكن للألم هذا الهرمون بصير فيه يعني ضعف شوي عشان هيك بيشعروا الناس بالألم أكثر من المعتاد وفيه هرمون الميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هذا الهرمون أيضا بصير فيه بعض الاضطراب عشان هيك يعني الميلاتونين يعني هرمون هو اللي بساعد عن النوم بخفف الاكتئاب الضغط النفسي بطلعنا من هذا الجو ولكن الخلال هذا رح يعمل العكس كثرة الأحلام والأوهام والأفكار السوداء وتقلب المزاج الحساسية الشعور بالبكى أو الحزن عشان هيك بتكون تنتبهوا بالنسبة لهذا اليوم يعني لا ينصح بإجراء العمليات الجراحية إلا الإضطرارية لسائر عضاء الجسم ولكن العضاء اللي ذكرناها ما بنصح بالعمليات الكبرى لإلها عمليات صغرى أو تنظير أو أمور من هذا القبيل ما في أي مشكلة أما بالنسبة لعمليات التجميل فما بنصح بعمليات التجميل نهائيا بالفترة هذه بسبب تراجع الزهرة وبالنسبة لإزالة الشعر الزائد يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ الأمور اللي إلها علاقة بالحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت قلو المسار القادم رح يكون يوم الغد ساعة 21 دقيقة من فجر يوم السبت ببدا وبانتهي الساعة 3.19 دقيقة صباحا من صباح يوم السب لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره 18 يوم في تمام الساعة 6.45 دقيقة مساء بصير عمره 19 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية منتحس بنسبة 10% القمر في الحوت حتى يوم 5 ثمانية منتحس بنسبة 60% الآن ساعة منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 25% ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة 10% أما ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 25% عطارد في العذراء حتى يوم 23 ثمانية منتحس بنسبة 10% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية منتحس بنسبة 25% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية منتحس بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 ثمانية منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعا يا ريت اللي وصل معنا لهون وما ضغط على لايك أو ديسلايك أو اشترك بالقناة إذا مش مشترك وإذا عجبك المحتوى وحابب أنك تكتب لك تعليق حلو أو تنتقد المواضيع اللي احنا منحكيها وعندك ملاحظات حابب أنك تعبر عنها فيا ريت تترك تعليق وإن شاء الله في حلقة قادمة منرد عليك بإذن الله أو إذا كان ضروري جدا منرد على نفس التعليق وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فعشان هيك اليوم برضو بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنك تخلدوا للراحة وضفوا حاول أنك توضفوا لأجواء لععادة الحسابات والتخلص من الأمور اللي ما بتفيدك تتراجع نسبة الحضوض ممكن تواجه شخص بشكل استفزازي وأهم شيء أنك ما تبدأ بشيء جديد فترة مخيبة وفيها بعض الخسارات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم مع نوياتك مرتفعة وحضوضك جيدة خلال هذا اليوم حاول أنك تحترم القوانين والموعيد وما تماطل وعزز شعبيتك وإفرح مع الأصدقاء والأحبة ممكن تنجح في إنعاش العلاقات العامة ولكن على المستوى النفسي وحساسيتك من تصرف البعض ممكن هذا الشيء يخلق لك مشكلة اجتماعية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وحاول أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية تعتبر هذه فترة فيها بعض الصعوبة والاهتمامات العائلية من أعطال أو مشاكل ممكن شوي تلفت انتباهك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو إلى الاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وممكن تنجحوا بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم مش إنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك حتى على المستوى العاطفي بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وتعتبر هاي الفترة فترة مهمة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة إلى الرعاية ساروا لتصحيح الأوضاع اظهروا انفتاح أكبر على أراء الآخرين ابتس على تصحيح مسار معين أو مسار بعض الأمور أهم شيء انك تكيف مع الأوضاع الراحنة وكون صبور وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة حاذروا من المشاكل مع الشريك في العمل والحياة وهي فترة شائكة فما تجازف اضبط أعصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب عشانك بدك تحاذر من الكلام الجارح ابتتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط أكثر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم يبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتكون تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ابتحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت إنجاح عملك باكر لعملك لأن المسؤوليات تكثيري وطارئة في هاي الفترة وابدأ بالأولويات ممكن تبدأ بعمل جديد أو بعضكم أو تهتم ببداية عمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازه بصورة عامي يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني بتعيش أجمل اللحظات وممكن تحقق أمنية وتصيب الأهداف بشكل صحيح بيطمعن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتتمتع بشخصية جذابة عشان هيك لازم أنك توظفها لتحسين وضعك لا جواء جيدة ودعم لعلك ولكن حاول أنك ما تعتمد كثير على الحضود برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن يعني هيك يصير بعض التوتر أو بعض الارتباك على المستوى العائلي بسبب حدث أو تطور أمر ما فها بدك تحاذر حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هذه فترة مناسبة للاستثمار في عقار أو للانطلاق في ورشة أو لترميم وتأهيل قدراتك بشكل جيد عشان هيك بدك تستغلها بهذا الاتجاه برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة أو للتعاون مع الإخوة أو الجيران والتعزيز العلاقة معهم وتعتبر هاي الفترة مهمة للتواصل مع المجتمع وليس مع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو ممكن اليوم تحصلوا على مبلغ مالي يدخل تحسين على ميزانيتكم عادة الأموال اللي بتيجي من البيت الثاني هي أموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أو ممكن تحصلوا على هدية أو جائزة أهمش أنه ما تغامروا بأموالكم لأنها هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة انتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق واليوم اتوقع انه يجيك كثير من الأخبار السارة أو الأشياء اللي تكون لصالحك طيب بما انو وصلنا لهون ياريت اذا عجبك المحتوى تضغط على لايك أو اذا كنت مش مشترك تشترك واذا ما عجبك المحتوى تحضر ديسلايك حابب انو يعني استفزيتك كثير بطريقة كلامي وشفت صوتي أو شكلي ما عجبك حابب تسيب عليك تقدر تكتب تعليق اللي عنده أي انتقادة أو ملاحظة بقدر يكتبها في صندوق الوصف وانسوا موضوع التبرع والدعم يعني بس هي الكبسات الثانية وشكرا للكم ولا حسن الاستماع هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء